اشتركوا في القناة عمل مختلفة عشان يساعد في انشاء تطبيقات الويب الويب المصمم بهذه الطريقة بيكون اكتر تنظيما الروفل بيقدم مجموعة غنية من الوظيفة اللي بتضمن المميزات الاساسية لاثور بيتش بي زي كوديجنيتر وي وكمان زي لغات البرمجة التانية زي روبي وبيحتوي الروفل على مجموعة كبيرة جدا من المميزات اللي بتسهل عليك سرعة تطوير الويب لو انت متعود على بيتش بي او كور بيتش بي او هيخلي المهمة بتاعتك سهلة جدا وهيوفر الوقت الكبير جدا اللي انت ممكن تستهلكه في بناء مشروعك وعلى ذلك ان هو الويب اللي انت هتبنيه باللارفل هيكون امن ومنع العديد من الهجمات على تطبيق بتاعك عموما تكلم على مزايا لارفل اللي بيوفر لك تطبيق عديدة جدا وتقوم بتبناء التطبيق بتاعك تطبيق اكثر قبلية للتوسع بيوفر وقت كبير في تصميم التطبيق بتاعك نظرا لان لارفل بيستخدم المكونات في اطر عمل اخرى هديك مثال يعني هو في الاساس لارفل مبني على سيمفوني وده بيخليه يتضمن مساحة كبيرة جدا ويساعدك على تنظيم وقدارة الموارد بتاعتك طيب اللي بيكون معاه استخدام على التوازي بالكمبوزر ايه هي الكمبوزر هي اداة بتجمع كل المكتبات او من خلالها تقدر تجمع كل المكتبات اللي انت بتستخدمها جوه الفريمورك سواء ان كان لارفل او غيره مما يسمح ان هو انت وانت بتنشئ مشروعك تقدر تسرع من انتاجية البناء لتطبيقك وكمبوزر بيقوم بتثبيت المكتبات دي اساسي بمساعدته كمان كمبوزر بحط كل المكتبات او الحزم اللي انت بتستخدمها في مجلد واحد وهو بيكون مجلد الفندور وده احنا نتعرف عليه في المستقبل ثان ارتزان كومنت طيب اي هي الارتزان كومنت هي زي كومند لاين انترفيس واجهة سطر الاوامر المستخدمة في لارابل يعني بتسمى ارتزان بيبقى فيها مجموعة من الاوامر اللي بتساعد في بناء التطبيق منك تعمل كنترولر او تعمل موضل بسرعة او تنشئ اشياء اخرى في اطار العمل بتاعك وهي كلها جاية من السامفوني والميزة دي تم اضافتها اصلا في لارابل من بداية الاصدار خمسة واحد حتى الاصدار الحالي اللي هو لارابل عشرة او لارابل تن وتعال نبص شوية على مميزات لارابل لارابل بيوفر ميزة رئيسية اللي هي بتخليك الاختيار الامثل لتطبيق الويب الخاص بك كمان النمطية في لارابل لارابل بيوفر لك عشرين مكتبة ووحدة مدمجة بتساعدك في تحسين التطبيق كل الوحدات دي بيتم ادارتها من خلال كومبوزر اللي هي بتسهل عليك بقى التحديثات في المستقبل ودي بتنزل مع الفريمورك نفسه على نفس مجلد الفينر تعالوا نشوف مدى قابلت لاختبار في لارابل لارابل بيتضمن مميزات وادوات بتساعدك في ان انت تختبر لحالات الاختبار المختلفة عندك قال ليك تحافظ على الكود بتاعك بحسب المتطلبات نشوف الراوتينج في لارابل توجيه لارابل بيقول لك اسلوب مارن جدا عشان تحدد به المسارات بتاعتك في تطبيق الويب اللي انت بتعمله وبيساعد ده على توسيع نطاق التطبيق بطريقة افضل وبيزيد كمان من اداءه بص على الكونفيجريشن مانجمينت او ادارة التكوين بيعمل تطبيق الويب المصمم من خلال لارابل في بيئات مختلفة مما يعني انه سيكون هناك تغيير مستمر في تكوين لارابل هيوفر لك نهج ثابت للتعامل مع التكوين بطريقة فعالة ومع بعض هللاقي لارابل بيوفر الكويري بيلدر والاور ام اللي بيدمج منشئ استعلام بيساعدك في ان انت تستعلم عن قواعد البنات باستخدام طرق سالسة جدا وبسيطة ومتنوعة يعني عندك اللي هو او ار ام اللي هو بيكون اوبجيكت ريليشنال مابر او مخطط العلاقة الكائن وبينفس حاجة اسمها الاكتيف ريكورد وده بيسمى الالاكونت تعالوا نبص مع بعض من خلال لارابل على حاجة اسمها الاسكيمة بيلدر ده عبر عن ايه عبر عن منشئ للمخطط بتاعك على تطبيق في لارابل فريمورك وبيحافظ الاسكيمة بيلدر على تعريفات قاعدة البنات والمخطط في كود البيتش بي بتاعك انه بيحتفظ بمصار للتغييرات فيما يتعلق بالميغريشن في قاعدة البيانات او عملية الدمج في قاعدة البيانات نشوف مع بعض التمبلت او محرك القوالب بيستخدم ك بلايد انجين جوه لارابل فريمورك ودي لغة خفيفة كده او نموذج خفيف بيستخدم لتصميم الهتش تيميل او ديزاين بتاعك على لارابل فريمورك وبتكون محددة بشكل مسبق وكمان تقدر تضمن عليها اي محتوى بشكل ديناميكي او مرين يعني ودخليك تقدر في المستقبل انك تجيب اي بيانات من قاعدة البيانات وتعرضها عليه بسهولة تم كمان لارابل بيخليك تستخدم فكرة او خدمة البريد الالكتروني وهي فكرتها ان هي عبارة عن فئة بتساعدك في ارسال بريد الالكتروني بمحتوى غني وممكن انك تحط معاه مرفقات في تطبيق الويب على نفس ارسالة الويب اللي انت بعتها لارابل بيستخدم خاصية الاثنتيكيشن او هو عنده او موجودة already وميزة شائعة اصلا في تطبيقات الويب اللي هي من خلالها login تحط كلمة مرور او بريد الالكتروني او حتى تحط الموبايل بتاعك وكمان اللي هي في خاصية forget password وكمان خاصية يعني او النسيان كلمة المرور او حتى remember او تذكر كلمات المرور بتاعتي هتلاقي كمان الارابل بياخله حاجة اسمها redis redis هو عبارة عن engine فكرة انه هو بيدير الجلسات المؤقتة للاغراض العامة بمعنى ان انت ممكن يبقى عندك كاش او حاجة مؤقتة عايز تحطها decision اه فيها مسلا فكرة على حاجة كبيرة فانت عايز تخزنها في مكان مؤقت بعد كده بيترمى مسحها redis ممكن يخدم في هزي النقطة ده هنشوفه برضو مع بعض في الدرس اللي جاية هتلاقي عندك كمان في اللارافل بيبقى عندك حاجة اسمها الكيو او الكيو ايه هي القائم للانتظهر او اللي هي باختصار شديد جدا عبارة عن مجموعة من الخدمات بتكون موجودة في شكل قائمة انتظهر كده زي مثلا انك ممكن تعمل ارسال برد الالكتروني لعدد كبير من الناس تعمل مهمة محددة من خلال الكرونجوب تقليك ان انت الكيو انك تعمل مهمتك بطريقة اسهل بدون ان انت تفضل قاعد نستني على وجهة التطبيق بتاعك في ان المهمة دي او التاسك دي او الكرونجوب او الكيو يحصل انه هو ينتهي يعني ممكن تدي الاكشن ويحصل ده في الخلفية بدون ما انت تحتاج الى انك تفضل فاتح الصفحة هنا النظام الـ و الـ الكومنت الاحداث والاوامر بدأ في الاصدار خمسة واحد يتم اضافة الاوامر او انك تعمل امر خاص بيك بيقوم بعمل شيء او ينفذ امر معين او ان هو بيرتسل احداث بطريقة بسيطة جوه ودي وفقا لدورة حياة التطبيق على سبيل المثال انت في حالة معينة من الحالات انت ممكن تحتاج انك تخلي الفريمورك في حال ان فيه شيء معين حدث معين هيحصل جوه البروجيكت بتاعك او المشروع بتاعك على طول الارف اليقوم بدون تدخل منك او من اي طرف اخر بتنفيذ بعض المهام فية التطبيق بدون ما انت تحتاج الى اي شيء مع الابليكيشن لايف سايكل او يعني مع دورة الحياة الخاصة بتطبيقك بسهولة تامة طبعا فيه عندنا حاجات تانية زي الرول وال والجيت وفي روب سيربرز بيت كتير جدا انا بس حبيت ان انا احط بعض الاشياء الخفيفة في المقدمة دي عشان تبقى عارف ما هو لارابل فريمورك بصورة عامة يلا بينا ننتقل للدرس اللي بعد كده عشان نعرف ايه هي ال شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته